يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي لأهلي باق الجزيرة وطبعاً يعني تحديداً من داخل ملعب مختار التتش الحقيقة هيكون معنا كل الأخبار متعلقة باق الفريق الأول لقرة القدم وأيضاً قطاع الناشئين وأيضاً الأنشطة المتعلقة باق اللجان خليني أبدأ طبعاً باق الفريق الأول لقرة القدم الحقيقة يعني بعد راحة سلبية من المران امتدت لما يقرب من سبع أيام بعد تتويج النادي الأهلي بالنجمة 11 من دوري أبطال إفريقيا يمكن تحديدا يوم الأحد الماضي 11 يونيو الحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين أن الفريق الأول لكرة القدم كان حصل على أجازة أو راحة سلبية من التدريبات الحقيقة أن كانت أجازة مطولة ويمكن عدد كبير من اللعيبة وأيضا مرسل كالر المدير الفني سافر إلى سويسرا ويمكن شفنا بعض أيضا اللعيبة احتفلوا بالنجمة 11 على طريقتهم ولكن الحقيقة أن النهار ده بقى هيبتدي الشغل اللي بجد بحثا عن اللقب 43 من بطولة الدوري المصري طبعا واللي هتستقنى في مبارياتها تحديدا يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو الحقيقة أن أول مباراة هتكون أمام حرص الحدود هتقوم فيه تمام الساعة لتساعة والنصف على استاد الكلية الحربية وده طبعا يعني ضمن الأسبوع 16 أو الجولة المؤجلة من طبعا يعني الأسبوع 16 خلينا نقول أن استعدادات النادي الأهلي طبعا هتبدأ النهاردة تحديدا من داخل ملعب مختار التتش هيقام المران فيه تمام الساعة الثامنة مساء هيكون التجمع فيه تمام الساعة الثامنة مساء وهيبدأ طبعا المران فيه تمام الساعة الثامنة مساء والحقيقة يعني يمكن مرسال كولر بقى هيتكلم فيه كل ما هو قادم وكل ما هو قاتي خاصة أن فيه ست مواجهات يعني بيعتبرها النادي الأهلي مواجهات نارية زي ما أنا قلت يمكن بداية مع نادي حرص الحدود بعد كده هيكون فيه يوم 25 يونيو طبعا مباراة همه جدا فيه الدور 32 من كاس مصر هتكون أمام منتخب السويس وبعد كده بقى يمكن هيكون فيه مباراة مهمة جدا سواء أمام البنك الأهلي أو فيوتشر أو التحاد السكندري أو الإسماعيلي يعني خلينا نقول أن أكيد جمهور النادي الأهلي زي ما احتفل بالنجمة الحداشر يمكن بيطمح فيه تحقيق اللقب 43 للنادي الأهلي يمكن فيه ناس كتير شايفة أنه خلاص يعني اللقب اتحسن بشكل كبير ولكن الحقيقة أنه لسه المشوار قدامنا يمكن فيه مواجهات هامة جدا مواجهات صعبة جدا أمام فرق كبيرة فيه طبعا يعني الدور المصري فعشان كده يمكن مارسال كولير هيركز النهاردة في الميران وتحديدا المحاضرة اللي هتسبق طبعا يعني انطلاق الميران على هذه الجوانب تحديدا فيما هو قادم خليني بقى يمكن أنتقل لقطاع الناشئين هوند زي ما انت عرضت في التقرير الخاص طبعا بيكي واتكلمتي عن قطاع الناشئين وأهمية قطاع الناشئين الحقيقة أن يعني يمكن الإقبال الشديد على اختبارات قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية خلى كل القائمين على يعني إدارة قطاع الناشئين أن هم يمدوا فترة الاختبارات يمكن هي بدأت مبارح السبت وكان مقرر لها أن هي تنتهي بعد غد الثلاثاء ولكن الحقيقة أن تم مد فترة هذه الاختبارات حتى تصبح لحد يوم الجمعة المقبل والحقيقة يعني سواء أربع أو خميس أو جمعة هيكون يعني مد التصفيات الأولى أو اختبارات التصفيات الأولى خلينا أقول موليد تحديدا علشان زي ما انت عارفة طبعا أن هون بيكون فيه اهتمام كبير جدا من كل يعني أولياء الأمور اللي ليهم اختبارات أو كمان هيخضعوا الاختبارات وهيبتدوا كمان فيه سحب الاستمارات خلينا أقول أن يوم الأربع ان شاء الله هتكون طبعا يعني خاصة بموليد 2013 14 15 16 17 و 18 أما بالنسبة ليه يوم الخميس هتكون طبعا 2010 11 و 12 وأخيرا يوم الجمعة واليوم الأخير من مد الأيام الجديدة هتكون لموليد 2007 2008 2009 خلينا أقول برضو الكل اللي ملحقش أنه هو يسحب الاستمارات الحقيقة كان المفروض أن سحب الاستمارات بدأ من يوم السلطاء الماضي وكان سينتهي يوم الجمعة أيضا أول أمس ولكن الحقيقة أنه أيضا تم بد سحب الاستمارات حتى كل الأيام اللي هيقوم فيها الاختبارات يوميا من الساعة السبعة صباحا وحتى الساعة السبعة مساء وهيكون سحب الاستمارات من أمام بوابة فرع أكادمينة كرة القدم الموجودة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر استكمالا بقى لأخبارنا ويعني فريق الشباب بالنادي الأهلي طبعا بارح كان فيه مواجهة ودية مع الدفاع الجوي كانت على استاد الدفاع الجوي قدر النادي الأهلي أنه هو يحسم هذه المواجهة الودية لصالحه بهدف دون رد من فريق الدفاع الجوي والحقيقة أنه هي أقيمت هذه المباراة بمناسبة احتفالات العيد 53 لقوات الدفاع الجوي والحقيقة أنه فريق شباب النادي الأهلي ظهر بشكل مميز جدا وشكل قوي جدا زي ما احنا دايما متعوذين من مختلف موليد طبعا قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خليني بقى يمكن أتكلم كمان عن القائمين على طبعا قطاع الناشئين مبارا يعني كان فيه تسليم شهادات الدبلومة في الإدارة الرياضية والحقيقة أنه حصل عليها كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين وأيضا كابتن وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين الحقيقة أنه الدبلومة طبعا اللي بينظمها الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا بمشاركة جامعة القاهرة وأيضا المركز السويسري للدراسات الرياضية الحقيقة يعني كان لها الحظ أن أنا كون موجودة مبارح في جامعة القاهرة اللي أقيم فيها هذه الاحتفالية طبعا داخل كلية التجارة بجامعة القاهرة الموجودة في شيخ زايد الحقيقة طبعا أنه حضر عدد كبير جدا من الدارسين وأيضا المحاضرين من مختلف الدول العربية وأيضا كمان يعني يمكن دول إفريقيا الحقيقة يعني هوا اندخالين أقولك يمكن على الرغم وده طبعا أكيد بيميز النادي الأهلي على الرغم من شهرة سواء كابتن خالد بيبو أو كابتن وليد سليمان أو عدد كبير جدا من العملين في قطاع الناشئين يمكن دايما ممكن ناس مكانهم تقول إحنا كده خلاص يعني حققنا المنال أو حققنا المراد بالـ positions اللي هم فيها أو يمكن فكرة كمان الشهرة اللي هم حققوها ولكن الحقيقة أنه هم يعني خضعوا زيهم زي أي دارسين لهذه الدبلوما طبعا اللي بتقوم يمكن على إزاي المؤسسات أو إزاي تدار المؤسسات الرياضية وإزاي هم كمان يكون عندهم خبرة كبيرة جدا في إدارة هذه المؤسسات وإدارة الرياضة بشكل عام داخل المؤسسات ويمكن كمان كان بيعرض في الدبلوما إزاي يعني أو النماذج اللي اتحققت من خلال الفيفا طبعا الاتحاد الدولي لقرة القدم وده اللي احنا شفناه ومبرح الحقيقة أن هم حصلوا على الشهادات طبعا يعني النهائية يمكن الدفعة الخاصة بيهم سواء كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان وأيضا عايز أقول كمان مين اللي كان موجود من النادي الأهلية ومين اللي حصل أيضا على هذه الشهادة من طبعا يعني قطاع الناشئين عدد كبير جدا كل من مصطفى محمود السيد مساعد مدير القطاع أيضا عماد أنور تمام مسؤول شؤون اللاعبين وأيضا عبد الرحمن سعيد فتحي إداري وأحمد حمدي إبراهيم ده طبعا المعد البدني وأيضا أيات مرتضى المدربة بأكديمية الأهل للكرة النسائية وأخيرا محمد أحمد أنور عضو لجنة الشباب بالنادي الأهلي خليني بقى أقول كمان أنه كان فيه زيارة هامة جدا إن هواند أمس طبعا داخل فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس ده كان وفد من برنامج الإدارة الرياضية طبعا أكيد كان فيه زيارة لفرع التجمع الخامس ويمكن هيزوره كمان خلال الفترة المقبلة التلت فروع الأخرى للنادي الأهلي والحقيقة أنه يعني يمكن هذا المشروع ما بين النادي الأهلي وهو مشروع تعليمي بين النادي الأهلي وبين الجامعة الأمريكية وقاموا طبعا بجولة أمس داخل الفرع وبيتضمن المشروع منح دبلوم الإدارة في عدد من البرامج يمكن أهمها التسويق والرعاية الرياضية واللوائح والقوانين وتنظيم الأحداث الرياضية وأيضا علم النفس والأخلاق الرياضية وحضر يمكن هذه الجولة طبعا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وأيضا يعني يمكن صاحبهم في الجولة العميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع التجمع والحقيقة أن يعني يمكن المدير التنفيذي دكتور سعد شلبي يتكلم معهم أو يمكن هما كانوا متوجدين تحديدا داخل الفرع الأخير كنموذج يحتذى به على المستوى الاقتصادي والاستثماري والاستثمارات اللي حصلت داخل هذا الفرع ويمكن خلال الأيام المقبلة هيكون لهم جولة تفقدية في الثلاث أفرع الأخرى خليني بقى يعني أخيرا أختم أخبارنا النهاردة بأنشطة اللجان وتحديدا لجنة الطفل بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي الحقيقة أن هي أعلنت عن إقامة ثلاث حفلات يمكن للطفل خلال الفترة المقبلة وده بمناسبة عيد الأطح المبارك طبعا يعني خليني بهذه المناسبة أقول لك كل سنوان طيبة نهواند وكل سنة وكل طبعا جمهورنا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والأمة الإسلامية بخير وبركة طبعا يعني خليني أقولك يا نهواند أن يمكن الثلاث حفلات دي هتبتدي أول حفلة إن شاء الله يوم الخميس المقبل أول حفلة هتكون داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد عند الشاشة الكبيرة وتاني حفلة هتقام هنا في ملاعب الخماسي ده طبعا هيكون داخل مقر النادي الأهلي بمقر الجزيرة المقر الرئيسي وآخر حفلة هتكون يوم السبت إن شاء الله داخل فرع النادي الأهلي بمدينة ناصر في الفود كورت يعني يمكن الثلاث حفلات هيقاموا في تمام الساعة الخمسة مساء وهيكون فيها أنشطة طبعا خاصة أكيد يعني عيد الأطحى وكل الأمور المتعلقة بعيد الأطحى خصوصا مناسك الحج وأيضا هيكون فيه ورش عمل تلوين للأطفال في كل ما يخص طبعا أكيد عيد الأطحى المبارك دي طبعا كانت كل الأخبار المتعلقة بأن نادي الأهلي وفرق الرياضية وأيضا قطاع الناشئين بشكرت جدا يا نهواندل عودة ليكي مرة أخرى أنا كمان بشكرت جدا وأكيد السادة المتابعين بشكروك يا مريم جدا على التغطية الرائعة كالعليم